اشتركوا في القناة اذ حفلت بالتحديات التي استوجبت عملا دقوبا بناء بيننا جميعا سواء على المستوى الوزاري او على المستوى السادة المندوبين الدائمين لقد تفعلت الجامعة الدول العربية بالكفاءة والسرعة المطلوبين مع الازمة السودانية التي اندلعت في شهر ابريل الماضي فتم عقد اجتماع للمندوبين الدائمين بعد 30 ساعة فقط من اندلاع الازمة يوم 16 ابريل 2023 تلا اجتماع تحضيري يوم الاول من مايو 2023 اعقبه اعمال الدورة الوزارية غير العادية يوم 7 مايو 2023 والتي صدر عنها قرار انشاء مجموعة اتصال عربية تختص بالازمة ووضعت اطارا لالية عمل عربية للتعامل معها على نحو يسمح بتنسيق هدنا لضمان وحدة وسلامة السودان واستقلاله وبما يحقق امن شعبه الشقيق ويردع محاولات التدخل الخارجي في شؤونه وقد عقدت مجموعة الاتصال العربية اجتماعيها الاول على هامش اعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في جدا لتنسيق وهود التواصل مع اطراف السودانية والمجتمع الدولي لمعالجة اسباب الازمة والتواصل الى وقف دائم ومستدام لوقف اطلاق النار شهدت الرئاسة المصرية كذلك استئناف الجمهورية العربية السورية الشقيقة المشاركة في انشاء شتت جامعة الدول العربية وجاء ذلك وفق قرار عربي جماعي صدر عن جلسة غير عادية دعت اليها جمهورية مصر العربية يوم 7 مايو 2023 تلك العودة التي تمهد لدور عربي اكثر فاعلية في مساعدة الاشقاء في سوريا على تجاوز ازمتهم الحالية التي استمرت لاكثر من عقد من الزمن وادمت قلوبنا جميعا لقد اكدنا في قرار عودة سوريا على ضرورة الحفاظ على سيادتها ووحدة اراضيها واستقرارها وسلامتها الاقليمية وهزيمة الارهاب واتخاذ خطوات عملية وفعالة لتندرج نحو حل الازمة وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الامن رقم 2254 وتتويجا لهذه الجهود وبدعوة من جمهورية مصر العربية اجتمعت لجنة الاتصال الوزرية العربية المعنية بسوريا هنا في القاهرة يوم 15 اغسطس الجاري لمتابعة تنفيذ بيان عمان وصدر عن هذا الاجتماع بيان القاهرة متضمنا ما تم التوصل اليه من مخرجات يجري العمل على تنفيذها ومما لا شك فيه ان انضمام جمهورية العربية السورية الى بياني عمان والقاهرة هو تطور ايجابي وخطوة هامة على صعيد اثبات حسن النواية وتنفيذ التعهدات وتعزيز التعاون العربي لحل الازمة السورية ونتطلع في هذا السياق الى مواصلة اتخاذ الخطوات التنفيذية لتطبيق الكامل لمخرجات بيان القاهرة ودعم المجتمع الدولي لها وبما يتسق مع مصلحة الشعب السوري التي تظل الهدف الرئيسي من تحركاتنا هذا وفي خدم الاحداث المتتلية لمختلف الازمات حرس المجلس الوزاري للجامعة على استمرار متبعته الحثيثة وبذل جهوده من اجل التعاطي مع القضية الفلسطينية قضيتنا المركزية وما تتعرض له من تحديات غير مسبوخة فعقدت الجامعة جلسة طريقة غير عادية على المستوى الوزاري في مايو 2023 تم خلالها التأكيد على الثوابت العربية وعلى رأسها الموقف العربي المتصق مع الشرعية الدولية بأن حل القضية الفلسطينية إنما يستوجب إنهاء الاحتلال وانسحاب إسرائيل إلى الخطوط الرابع من يونيو 1967 وأقامت الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للعيش والنماء وعاصمتها القدس الشرخية كما عقدت الجامعة اجتماعا طارئا على مستوى المندبين وأصدرت بيانات تدين بأشد العبارات انتهكات المسجد الأقصى يوم 5 إبريل 2023 وأحداث جانين يوم 4 يوليو 2023 وتحذر من أن اللجوء للعنف وإراقة دماء الفلسطينيين لن تفضي إلا إلى المزيد من تأجيج العنف والمزيد من التوتر في المنطقة بأكملها وحذرت الجامعة العربية ولا تزال من أن المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا وأكدنا ولا نزال إن المساس بالمسجد الأقصى بمساحته الكاملة ومحاولة تقسيمه زمنيا أو مكانيا هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا فهو كان وسيظل مكان عبادة مخصصة للمسلمين كما جددت الجامعة العربية تمسكها بمبادرة السلام العربية ومحدداتها كأساس لمساعي إيجاد حل عادل ومستدام وحجر الزاوية من أجل التوصل لسلام والتعايش في الشرق الأوسط صحاب السمو والمعالي السادة الحضور لقد تبنى مجلسكم المؤقر على المستوى الوزاري خلال الدورة الماضية قرارات هامة لها دلالتها منها جعل البند المتعلق بقرار السد الإثيوبي بند دائما على جدوى الأعمال وقرارات الاجتماعات الوزرية والقممة العربية القادمة وهو ما يعكس استقرارا ورسوخا في الدعم العربي للمصالح المائية لمصر والسودان وعلى النحو الذي يحقق مصالح مختلف الشعوب ويجعل ما يحمله الوضع الراهن من مخاطر وتهديدات جسيمة لا يمكن القبول باستمرارها وأود الإشارة إلى البيانة الصادر عن قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو والذي تضمن الاتفاق على إعادة إطلاق المفاوضات للانتهاء بشكل عاجل وفي ظرف أربعة أشهر من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في هذا الإطار استضافت القاهرة جولة مفاوضات ثلاثية يوم 27 و28 أغسطس تبين خلالها عدم موجود تغير في الموقف الإثيوبي وعدم موجود توجه لأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة التي تلبي مصالح الدول الثلاثة كما نرصد على التوازي عدم تغير التوجه الإثيوبي الأحادي اتصالاً بملء وتشغيل سد النهضة ومع استمرار المساعي المصرية الحثيثة للتوصل لحل سلمي لهذا الأمر الذي يمس حقوقها ومصالحها المائية وأمنها القومي فإننا نتطلع إلى استمرار دعم الجميع العربية لحث إثيوبيا للتخلي عن توجهاتها الأحادية والتحلي بالإرادة السياسية اللازمة للتوصل بلا إبطاء لاتفاق قانوني ملزم في هذا الشأن بما يلبي مصالح الجميع كذلك تبنى مجلسكم الموقر خلال الدورة السابقة عدداً من القرارات التي خطبت الشواغل العربية في ملفات شديدة الحيوية كالملف الليبي الذي شهد خراره إعادة التأكيد على تطلعنا لإصدار القوانين الانتخابية من أجل عقد الانتخابات الرئيسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت ودعم جهود لجنة خمسة زائد خمسة العسكرية المشتركة وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية تحت سلطة تنفيذية واحدة قادرة على حكم سائر البلاد وتمثل جموع الشعب الليبي وإنجاز المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق وكذلك أصدر المجلس القرارات الخاصة باليمن وتلك المعنية بالتدخلات الخارجية في الشؤون العربية ومواجهة الإرهاب كما تضمنت الشادة برئاسة واستضافة مصر المؤتمر المناخ كوب 27 وإقراراً بمخراجاته وترحيباً برئاسة الأشقاء في الإمارات العربية للدورة الثامنة والعشرين منها وغيرها من القرارات تناولت مختلف المجالات الحيوية العربية وأولياتها الرهنة وحددت بوضوح المواقف العربية الجماعية منها لقد أصهرت الجماعة في الفترة الماضية قدرتها على الاستجابة السريعة والفعالة للمستجدات والانخراط بإرادة ومبادرة واضحة في معالجة الأزمات وأننا إذ نقوم اليوم بتسليم الرئاسة إلى المملكة المغربية الشقيقة فأننا نثق في قدرتها على الاستمرار في قيادة سفينة العمل العربي والإبحار بثبات وثقة وسط هذه التحديات واستكمال المصارات المشار إليها في سبيل تعزيز القدرات العربية المشتركة وتوحيد الرؤى وأخذ زمام المبادرة في معالجة ما يواجهه علامنا العربي من تحديات واستحقاقات أشكركم مرة ثانية أصحاب السمو والمعالي وأتقدم بالتهنئة لأخي معالي السيد ناصر بوريطة وزير خارجية المملكة المغربية على ترأسه أعمال الدورة المائة وستين لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري ولمعالي منا كل التمنيات الصادقة بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ختام أشغال الدورة التسعة والخمسين بعد المائة لمجلس جامعة الدور العربية أدعو معالي السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج للمملكة المغربية لرئاسة الدورة المائة وستون لترأس مجلس الجامعة بسم الله الرحمن الرحيم أعلن على بركة الله افتتاح أعمال مجلس الجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته 160 وبعد إذنكم سألقي كلمة المملكة المغربية في هذه الجلسة الافتتاحية أصحاب المعالي والسعادة سيد الأمي العام حضرت السيدات والسادة اسمحوا لي في البداية أن أعرب لكم عن اعتزاز المملكة المغربية بترأس الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري وكلنا أمل أن تتكلل أعمال دورتنا هذه بالتوفيق والنجاح من خلال حضوركم الوزن ومساهماتكم القيمة في إطراء الحوار والنقاش هدفنا جميعا الخروج بنتائج ملموسى وتصورات عملية للدفع قدما بالعمل العربي المشارك في ظل ما يشهده العالم والمنطقة من أزمات وتوترات مسترسلة كان لها وقع خطير على مختلف الأصعدة وأختنم هذه المناسبة لأتقدم بخالص الشكر والتقدير لأخي معالي السيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة على ما بدله من جهود قيمة طيلة رئاسته الموفقة للدورة السابقة للمجلس كما لا يفوتني أن أنوه بالجهود المقدرة والمشكورة للأمان العام للأمان العام ولتقمها وفي مقدماتهم معالي السيد الأم العام أصحاب المعالي والسعادة مما لا شك فيه أننا متفقون على أن الوضع العربي الراهن يظل مشوبا بالهشاشة والتعقيد في ظل انتشار بؤر التوتر والأزمات وذلك في سياق دولي تنافسي محموم كما أن الضرفية السياسية والاقتصادية والمالية العالمية الصعبة فضلا عن تداعيات الفجوة الغدائية وندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية التي يعتبر العالم العربي من أكثر المناطق عرضة لمخاطرها انعكست سلبا على الظروف المعيشية للمواطن العربي إن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وانطلاقا من إيمانها بأن مصير الأمة العربية رهين بتضافر جهود كل دولها تظل مقتنعة بأنه لا يمكن تجاوز هذا الوضع المحفوف بالمخاطر في غياب رؤية مشتركة تستند إلى إرادة سياسية قوية والتزام فعلي بمبادئ احترام حسل الجوار والسيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية رؤية تسعى بصدق إلى خلق فرص حقيقية للشراكة والتعاون الإقليميين وتعبئة طاقات بلداننا الخلقة لرفع تحديات تنميتها المشاركة الشاملة ومن هذا المنطلق فقد دعا جلالة الملك في عدة مناسبات إلى اعتماد استراتيجية قومية تضامنية تستجيب للتحديات التي تواجهها بلداننا العربية وترتكز على أولويات أهمها أولا خلق الأجواء المناسبة لتجاوز الخلافات البينية وذلك عبر الوقوف على مدى تقدم العربي المشارك وتحديد عوائقه من أجل السير به قدما ببدل أقصى الجهود لتجاوز الخلافات البينية وتوطيد أسس الثقة التي بدونها لا يمكن تحقيق الأهداف المتوخات ولا التجاوب مع طموحات شعوبنا ثانيا وضع القضايا السياسية جنبا إلى جنب مع الرهانات التنموية أو بمعنى آخر المضي بتوازن مستمر في الإيلاء الاهتمام للقضايا السياسية بما تستحق من أهمية ورفع الرهانات التنموية الكبرى وعلى رأسها المشاريع الاستثمارية وتبادل الخبرات باعتبار ذلك ضمانة للأمن القومي العربي وجوهر انشغالات الشعوب العربية والمحق الفعلي لمصداقية العمل العربي المشارك والوسيلة المثلى لمواكبة الانخراط المتوازن في العالمة ومجتمع المعرفة والاتصال كما أنه ينبغي التركيز على عنصر الشباب باعتماره عماداً للمستقبل ومفتاحاً لتنمية مستدامة ثالثاً الاشتغال على التكامل في إطار تكتلات إقليمية عربية منسجمة رابعاً إدراس شركاء جدد عبر مواصلة توسيع فضاء التعاول العربي بين الحكومات ليتعزز في شرك لشراكات تنخرط فيها الفعاليات السياسية والنيابية والجماعات الترابية والمجتمع المدني والفاعلون الاقتصاديون والاجتماعيون وكذا النخب الفكرية والإعلامية والفنية اعتباراً لما يتوفرون عليه منطقات وأدوات معرفية مواكبة لتطور العصر خامساً إعادة تنظيم الشركات بين جامعة الدول العربية وتكتلات إقليمية أخرى ودول أخرى وفق منظور استراتيجي عربي يضمن التوازن بين الصيغة والمخرجات وأيضاً من خلال تثمين الفرص التي تتيحها شركات الجامعة مع تكتلات إقليمية أخرى إنما يزخر به عالمنا العربي من إمكانات بشرية وتنموية وموارد طبيعية استراتيجية تؤهله للإسهام وللتأثير بشكل فاعل في الساحة الدولية ولعل انضمام أشقائنا في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية إلى تكتل بريكس وأنهنئهم على هذه الخطوة الموفقة لخير دليل على الأهمية المتزايدة لبلداننا العربية داخل المنظومة الدولية كما أن حصول كل من المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على وضع شريك حوار قطاعي لرابطة أسيان يصب في نفس الاتجاه سادسا وأخيرا تحديد أجهزة وآليات العمل العربي المشترك إسوة بالتكتلات الجهوية الأخرى التي جعلت من الاندماج الاقتصادي المدخل الصحيح لتحقيق الوحدة والتكامل بين آضائها وفي هذا السياق نرى من الضروري تحييل الآليات لتتماشى مع تطور الأولويات أصحاب المعالي والسعادة كانت القضية الفلسطينية وستبقى على رأس أولويات عملنا العربي المشترك وهو التزام صادق تتبناه المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك في ظل الهجمات المتزايدة التي تتعرض لها الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي ظل التأكيد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بما يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وفيما يخص الأوضاع التي تعرفها بعض الأقطار العربية الشقيقة والتي ما زالت تعيش أزمات سياسية وحروب ونزاعات كالسوريا واليمان والسودان فإن المملكة المغربية يحدوها أمل كبير في أن تستقر الأوضاع في هذه البلدان على أساس تغليب الحوار والمبادرات السلمية بعيدا عن منطق القوة والحلول العسكرية وعلى الخصوص نتطلع أن تكتمل فصول التسوية السياسية في ليبيا في أقرب الآجال انطلاقا من كون المؤتمرات والمفاوضات والاجتباعات ما هي إلا وسيلة وليست غاية في حد ذاتها لحل الأزمة الليبية فالأشقاء الليبيون وحدهم قادرون على إيصال بلدهم الشقيق إلى بر الأمان عبر تنظيم استحقاقات الانتخابية سليمة وشفافة بعيدا عن التدخلات الأجنبية أصحاب المعالي والسعادة لا يسعوني في الأخير إلا التأكيد على أن المملكة المغربية على أتم الاستعداد وبتعاون مع كافة مكونات مجلسكم الموقر وجهاز الأمانة العامة لبدل قصار الجهود لإعطاء مضمون واقعي وملموس للعمل العربي المشترك عبر تطوير آلياته وبرامجه وإطلاق مبادرات ومشاريع منتجة في العديد من المجالات وعلى رأسها التنمية البشرية فالله أدعو أن يلهمنا جميعا التوفيق والسداد لما فيه خير الأمة العربية ووحدتها وأمنها ورقيها والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سأعطي الآن الكلمة إلى معالي الأمي العام سيد أحمد أبو الغيد الأمي العام لجامعة الدول العربية لإلقاء كلمتها سيد الأمي العام شكرا شكرا سيادة الرئيس الأخ العزيز ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج للمملكة المغربية رئيس الدورة العادية 160 لمجلس الجميع على المستوى الوزاري أصحاب السمو والمعالي الوزراء الحضور الكريم اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بالتهنئة لكم معالي الأخ الوزير على تولي المملكة المغربية رئاسة أعمال الدورة 160 للمجلس الوزاري متمنيا لكم كل التوفيق والنجاح كما أتقدم بالشكر لمعالي الأخ العزيز السيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية على رئاسته للدورة 159 من أعمال المجلس بكل حكمة واقتدار لا يخفى علينا جميعاً ما يكتسبه العمل العربي المشترك من أهمية مضاعفة وقيمة أكبر في ظل ما تشهده الساحة الدولية من ارتباك والطراب وانهدام لليقين أن الحرب المستمرة منذ 19 شهراً في أوكرانيا تمثل عودة مخيفة لصراعات القوى الكبرى بكل ما تنطوي عليه هذه النوعية من الصراعات الضارية من انعكاسات خطيرة على السلم العالمي في أبعاده الأمنية والسياسية والاقتصادية على حد سواء وتشير تطورات الفترة الماضية إلى أن التعامل مع تبعات هذه الصراعات يقتضي تعزيزاً للعمل الجماعي بين الأطراف المختلفة لتنسيق المواقف بين الدول الرغبة في الحفاظ على استقلالها الاستراتيجي وتوفير منصات للعمل المشترك الذي يتناول القضايا التي تتعلق بسيانة المصالح الوطنية وأحسب أن الجامعة العربية قد نجحت خلال الشهور الماضية في التحرك على أكثر من صعيد من أجل تعزيز شراكاتها مع القوى الدولية المختلفة باعتبار أن هذه الشراكات تمثل رصيداً استراتيجياً مهماً للدول العربية وأشير في هذا الصدد على سبيل المثال إلى القمة العربية الصينية الأولى التي استضافتها المملكة العربية السعودية في دوسمبر الماضي وكذلك الدورة الثالثة للحوار العربي الياباني التي انعقدت بالأمس فقط ونتطلع في نوفمبر القادم إلى القمة العربية الإفريقية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية باعتبارها خطوة ضرورية وفي وقتها لترسيخ العلاقات مع شركائنا وأصدقائنا في أفريقيا التي تموج فعلاً بتحولات نتابعها جميعاً أن هذه الشراكات وغيرها كلها تعكس حركية مطلوبة بل وضرورية لوضع المنطقة العربية على تماثم مع كتل وقوة دولية مختلفة في أكثر من اتجاه وحول كافة القضايا التي تتعلق مباشرة بمصالح المواطن العربي وهمومها إن الأزمة في السودان لازالت تتوالى فصولها مخلفة كلفة هائلة بما يفوق الاحتمال على أبناء الشعب السوداني فمع استمرار القتال في المدن السودانية على النحو المؤسف الذي نتابعه تتزايد أعداد الذين يفرون ويتركون بيوتهم وتصير الحياة مستحيلة للسكان المدنيين وتتداعى مؤسسات الدولة ومرافقها التي تقدم الخدمات الأساسية ونقترب أكثر من حالة الحرب الأهلية الشاملة التي لا نريد للسودان وأهله أن ينزلقوا إليها وندرك جميعا أن المطلوب الآن هو التحرك على نحو عاجل من أجل تعقيق الحل الشامل للأزمة الذي يقتضي ابتداء وقفا مستداما لإطلاق النار في كافة المدن السودانية وبما يهيئ السبيل للعودة للمصار السياسية الذي يضمن وحدة الدولة ووحدة مؤسساتها ووحدة قواتها المسلحة وبرغم أولوية هذه الأهداف والحاحها فإننا نضع الاستجابة الإنسانية العاجلة أيضا في مقدمة أولوياتنا وفي هذا الصدد أطلقته بعد التشاور مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية التي أعدت دراسة تحصر الإحتياجات العاجلة للقطاع الزراعي السوداني أقول أطلقت مبادرة لإنقاذ الموسم الزراعي حيث دعوت زراء الزراعة العرب الشهر الماضي للنظر فيما يمكن أن تقدمه دولهم لدعم المبادرة بهدف تحصين الأمن الغذائي للمواطن السوداني وأمل أن تحظى هذه المبادرة بما تستحقه من دعم من الدول العربية وفي اليمن وبرغم خفض التصعيد وتراجع حدة العمليات العسكرية في الشهور الماضية فإن الوقف الشامل لإطلاق النار فضلا عن التسوية السياسية ما زالت أهداف بعيدة المنال وما زالت طرف الحوثي يضع العراقيل تلوى العراقيل أمام مصار الحل وكأنه راغب في استمرار الوضع الحالي بما ينطوي عليه من انقسام للبلاد ولمؤسساتها وإضعاف شديد لاقتصاد اليمن وقدراته إن الحفاظ على يمن موحد زي سيادة على كامل طرابه الوطني بعيدا عن التدخلات الخارجية هو الهدف الذي نسعى إليه جميعا وهو هدف قابل للتحقق إذا أدرك الطرف الحوثي أن بأمكانه أن يكون جزءا من عملية سياسية شاملة وليس متحكما أوحد بقوة السلاح وفي سوريا شهدنا خلال الشهور الماضية تطورا مهما نرحب به جميعا ونوجه التحية للدول الأعضاء التي أسهمت في استكمالها أتحدث عن استعادة سوريا لمقعدها في الجامعة ومصاحبهم من استعادة للانخراط العربي في إزمتها وفي التعامل مع أسبابها وكذا تبعاتها الصعبة التي يعاني منها أخوتنا أبناء الشعب السوري في المقام الأول كما تمس دول جوار سوريا وتتعلق بالأمن القوم العربي في مفهوم الجامل وأرحب في هذا الخصوص باستمرار الانخراط العربي البناء الذي انعكس في اجتماع لجنة الاتصال الوزرية الأخير الذي عقد بالقاهرة في الشهر الماضي وما تمخض عنه من تعزيز لمواكبة الجامعة العربية لسوريا في كافة جوانب أزمتها وتهيأت سبيل واضح للخروج منها وفق نهج تدريجي وعلى أساس مبدأ خطوة مقابل خطوة والقرار الأممي 2254 حضور الكريم تواجه القضية الفلسطينية قضياتنا جميعا تحديات خطيرة على رأسها المواقف التي تتبناها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل إنها حكومة برنامجها يقوم على الاستيطان لا سلام وتسعى لضم الأراضي لحل الدولتين إنها جزء من المشكلة لا الحل وهي تخلق كل يوم بسياساتها الاستفزازية ما يزيد الموقف في الأراضي المحتلة اشتعالا إن على المجتمع الدولي مسئولية كبيرة نحو وقف هذا الوضع المتداهر والذي ينظر بانفجار لا يتمناه أي طرف فلا ينبغي أن يسمح لحكومة الاحتلال بتصدير أزماتها الداخلية إلى الساحة الفلسطينية وتتعين مواجهة العناصر المتطرفة في هذه الحكومة وعدم التسامح مع خطابهم العنصري وعنف المستوطنين الذين يحردون عليه وسياسات الأبرتايد التي يروجون لها ويباشرون تنفيذها في المدن والبلدات والقرى الفلسطينية كل يوم سيد الرئيس إن المرحلة القادمة تحتاج لتكثيف العمل العربي على كافة الأصيدة بما يتفاعل مع المتغيرات ويسمح بالتكيف معها ولا شك أن الأزمات الاقتصادية التي يعان منها العالم ومنطقتنا بطبيعة الحال تمثل أولوية متقدمة على أجندة دولنا جميعا وأشير في هذا السياق إلى القمة الاقتصادية التنموية الاجتماعية الخامسة والتي ينتظر أن تصطدفها موريتانيا قبل نهاية العام أو بعدها قليلا تحت شعار الأمن الغذائي ضمان للسيادة وهو موضوع يكتسب أهمية متزايدة في ضوء الاضطراب الواضح في سلاسل توريد الحبوب جراء الحرب في أوكرانيا فضلا عن تهديدات أخرى خطيرة مثل الجفاف الذي ضربت دولة الصومال لأعواو متوالية وقد بحث المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع جدوى الأعمال تلك القمة وطلقت الأمانة العامة عدداً كبيراً من المبادرات المتعلقة بالأمن الغذائي والاقتصاد الأخضر والحماية الاجتماعية وغيرها ونقوم الآن ببلورة هذه المبادرات لتنسجم مع الشعار الأساسي للقمة التي نرجو جميعاً أن تشكل نقطة فارقة في العمل العربي المشترك في هذا الملف الهام أخيراً فإنني أتمنى لأعمال اجتماعنا كل النجاح والتوفيق شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكر معالي الأمي العام على كلمته القيمة والآن أدعو الأستاذ فيليب لازاريني وكيل أمي العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأنروا إلى إلقاء كلمته وإطلاع المجلس على وضع الوكالة والتحديات التي تواجهها والمجهودات التي تبدو لها من أجل تقديم خدمات للأشيقاء الفلسطينيين المجلس يعتبر منبراً هام للغاية ويحظى بالأولوية في ظل اهتمام المشتركة في ضمان الحفاظ على حقوق اللاجئين منذ آخر مرة خطبت فيها المجلس في أذار مارس تدهور وضع ملايين اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة بشكل أكبر إن العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيب نجيني اللاجئين والاشتباكات المسلحة في مخيب عين الحلو إلا مجرد مثالين على تطورات المقلقة وبالفعل شاهدة غزة تصعيداً متجدداً وسط حصار خانق يحرم سكان القطاع من النمو الاقتصادي أو أي نوع من الحياة الطبيعية كما أن اللاجئون الفلسطينيين في سوريا يتعافون من زلزال مدمر بدون دعم كاف وما يزال 180 ألف لاجئ فلسطيني في الأردن ممن فروا من سوريا أو من غزة في عام 1967 يعيشون في ظل الفقر والديون المتزيدة أصحاب السعادة والمعالي على مدار أخسر من 75 عاماً قدمت الأنر وخدمات شبيهة بالخدمات العامة للاجئين الفلسطينيين في جميع حق المنطقة بالإضافة إلى إدارة المدارس والمراكز الصحية الحميدة الاجتماعية فإن الوكالة أيضاً استجابت للأزمات الإنسانية العاجلة من خلال توفير المساعدات الغذائية والنقضية وإعادة تأهيل المساكن المتضررة أنا أزهف فخراً بالتأثير الإيجابي الذي أحرزته الأنر وعالم الشمعات في جميع أنحاء المنطقة ولكن للأسف فإن الوكالة يمكن ألا تتمكن من استمرار في الدروع بدورها بنفس الطريقة لفترة أكثر أطول بكثير قد سمعتم أكثر من مرة عن وضعنا المالي وفي بعض الأحيان يبدو كأنه أسوارة مشروحة إلا أن واقع الأمر الأزمة أخذ في التعمق عاماً بعد عاماً بينما تزاد احتياجات اللاجئين الفجوة بين الموارد والطلب على الخدمات أصبحت الآن وساعة للغاية بحيث يمكننا أن نحتويها من خلال المنورات أو تدبير المالي الدخلية ولذلك فإن الوضع القائم الذي يكبرنا اليوم أصبح هو التهديد الوجودي الرئيسي أمامنا وفي حالة عدم تغيير الوضع فإن الوكالة ستصل إلى نقطة السقود ولذلك فإن حقوق الإنسان العالمية أكثر من أي وضع مضى مثل حق في التعليم أو رعي الصحية أصبح في معرض الخطر وأنا مقتنع لغاية أنه لا يوجد أي شخص في هذه القاعة يود أن يرى الأنروة تحرم مئات الألاف من الأطفال من حصولهم على التعليم أو حرمان ملايين آخرين من الرعي الصحية الأولية فإن هذا الموضوع لا يمكن أن نسمح به إن اللاجئين الفلسطينيون بالفعل تعرضوا للخذلان مرة عديدة وكراتهم هي الآن هو ما زال الأمر المتبقي وحقهم في حياة كريمة هذا الأمر لا يمكن التفاوض فيه ألا هو الحق في حياة كريمة هناك مسار بديل يضع اللاجئين الفلسطيني في صلب حوار متجدد حول حقوقهم وكيفية الحفاظ عليها إذ يجب الارتقاء بالحوار من مجرد نقاش مالي بشأن تمويل أهل الأنروة إلى حوار سياسي حول دعم كرمتهم ورفاههم ومن خلاله يمكن تحقيق استقرار المنطقة وسائل لتحقيق السلام إن جماعة الدول العربية وأعضائها لا سيما الأعضاء المصدفين للاجئين هم الشركاء الرئيسيون أنتم أيضا حلفاؤنا في جهدنا لحجد الأموال وضمان استمرار قوة التضامن العالمي مع اللاجئين الفلسطينيين وأقول كل ذلك حيث انتظر اللاجئون الفلسطينيون لمدة 75 عاما للتواصل لحال سياسي حيث أنهم اعتمدوا دائما على العالم العربي للتضامن معهم فليس لديهم أي حليف أقرب ولا شريك أفضل نحن بالفعل ندرك الجهود المتجددة لأحياء الحوار في المنطقة الذي يمكن أن يؤدي إلى سلام طويل الأجلة وأنا أرحب في هذا السياق أرحب بمثل هذه المبادرات وأعيد القول أن الحل السياسي لأطول نزاع في المنطقة هو نتيجة الوحيدة الممكنة ومثل هذه نتيجة لابد أن تتضمن حلا عادلا ودائما لمحنة اللاجئين الفلسطينيين أتطلع إلى العمل بشكل أوثق مع المنطقة على حل هذه المسألة أصحاب المعالي والساعدة الدعم المالي الفوري هو أولوية أساسية وملحة على المدى القصير ومنذ الآن تحتاج الأنرو إلى 170 إلى 190 مليون دولار أمريكي للحفاظ على الخدمات الأساسية حتى نهاية العامة بالإضافة إلى ذلك نحتاج إلى 75 مليون دولار أخرى لمواصلة إمدادات الغذاء المنقذة لحياة أكثر من نصف سكان غزة ولكن مع اقترابنا من 75 عاما على إنشاء أونرو يتطلع على إجو فلسطين صوب الدول العربية للحصول على أكثر من التمويل الفوري لأونروة أو للوكالة حيث أنهم يرغبون في الحصول على التعليم وفرص العمل ويريدون أن يكونوا وثيق السلح بأسواق العمل الإقليمي والعالمي حتى وإن كانوا يعيشون في غزة ويريدون التفكير فيما وراءك فحيم اليومي إلى مستقبل أكثر إزهارا واستقرارا الأونروة واللاجئون الفلسطيني يحتاجون إلى أن تكون الدول العربية تتبوأ الطليعة لإحداث تحول من الوضع الراهن الذي انتهى أمد إلى مسار جديد مسار يكون اللاجئ الفلسطيني فيه سببا ملموسا ليأمل في التوصل إلى حل طويل الأمد أنا أحثكم جميعا على وضع قاضية اللاجئين الفلسطيني على مرة أخرى على قمة جداول أعمالكم السياسية حيث أن هذه الطريقة الوحيدة التي يمكن لنا من خلالها تحقيق السلام المسادام في قامة شرق أوسط موسى دامي عم والسلام ومزار الجميع شكرا سيدي الرئيس أشكر سيد فيليب لازاريني على كلمته المهمة وعلي الآن انتهاء الجلسة الافتتاحية أشكر الطيوف الكرام والسادة والسيدات رجال الإعلام والصحفة سنستأنف أعمالنا في جلسة مغلقة بعد الغداء شكرا ورفعات الجلسة الافتتاحية اشتركوا في القناة